احتمال كبير تخلص من هدول الاشخاص بطريقة من الطرق اما ينتقلوا لمكان ثاني او يبعدوا عنك في طاقة بعد بينك وبينهم او انهم هما رح يطلعوك من رأسهم خلاص مش قادرين عليك كمان في ناري و هوائي لكن الاكتر شي الترابي بيّن بالاوراق لبرج العقرب حبايبي في زي تحذير من حوادث سيارات السرعة في السيارة ان نشيك على سيارتنا منيح في احتمال ان نعمل حوادث بسيطة فدير بالك من التهور بالاسواق بالفترات الجاي في وهم معين كنت عايشه لبرج العقرب كنت عايش في اوهام معينة لكن بالاخير عم بتكون انت الملك والامور زي ما قولت من قبل كمان الكروت عم تتكرر انه انت رح تكون عندك بصيرة اكتر في اللي حواليك وفي الامور فعم بتكون اكتر متحكم في الموضوع وعم بتودي لصالحك بكل حكمة وبكل قوة من ناحيتك بالنسبة للاشخاص اللي بيدرسوا في خبرية حلوة في النهاية رح توصل لها لكن في جهد مبين كبير من برج العقرب واكنه ادراها سوي وبس ما عندهم وقت لتضيع الوقت لتضيع الوقت مبين عندي انه في تركيز كبير بشهر سبعة وفي دراسة من ناحيتهم واكنهم خلاص حاطين في هدف معين انهم يوصلوا له وعم يوصلوا له في خبريات حلوة ممكن تكون للي بدرسوا دراسات عليا دعونا نشوف اذا فيه سفر للناس اللي بيستنوا السفر اذا فيه ممكن بالمستقبل احتمالية كبيرة بالاشهر الجاي قبل نهاية السنة لكن في شهر تموز عم بتكونوا عم تنتظروا هذا الخبر للي مستنين تغيير ممكن يكون فيه تغيير كمان مسكن لبرج العقرب عم بيحاولوا يبلشوا بداية جديدة بمكان جديد ممكن هذا الاشي يكون مسكن وممكن يكون بغير طريقة تفصلوها فيه شخص واقف يعني مش راضي عن هذا السفر عم بيحاول يعرق الأمور لكن الأمور في النهاية عم بتروح للمسار الصحيح ورح يكون فيه سفر بالاشهر الجاي فبيحكي لك ما تتعب عندك اوجاع فيه الرأس ممكن شقيقة مبعرف فيه الرأس او الرقبة فيه فيه موضوع مقرقكم ممكن يكون عاطفي هذا الاشي فهذا كل اشي بالنسبة للدرس والعمل كمان للسفر بس شايف فيه رغبة كبيرة بالسفر لبرش العقرب هذا الشهر واكنه عم بهربوا من مكان لمكان عم بهربوا من متاعب ومن قلة المادة او قلة المال في المكان اللي هم فيه عم بيحاولوا يغيروا المكان لحتى تيجي رزقه ممكن خلينا نشوف العلاقات العاطفية نشوف اول اشي للعزاب حبايبي اذا مستنيين فرصة برج العقرب نشوف اذا فيه زواج او حب او بوادر علاقة عاطفية للي ما عندهم حدا ابدا في حياتهم بالنسبة لطاقتك انت حبيبي عم بتكون مبسوط لحالك مبسوط بعزلتك يعني وكأنك يعني مليت من اه الاشخاص اللي عم بدخلوا في حياتك ويطلعوا وما بتستفيد منهم اشي اولا عم بتلاقي حالك في العلاقات اللي مريت فيها اذا عم تبعد عن كل هاي الطاقات عم تتبنى فكر جديد في الحياة وفي العلاقات العاطفية عم تروح للواقع اكتر بالنسبة لطاقتك انت في رزقه في مال في الموضوع في ابراج بيانات هوائية ابراج ترابية لكن اكتر شي حتى اوكي ترابية ومائية وهوائية لكن اكتر ترابية وحتى نارية يعني كل الابراج لكن على الاغلب اه ممكن يكون اه ترابي بالمرتب الاولى او ناري هذا الشخص اللي جاي اه في اه طريقك اه انت ما بدك تدخل علاقة يا برج اه العقرب وكأنك ماخد استراحة من العلاقات العاطفية مليت خلاص اه تحكي لحالك حتى لو اجي شخص جديد فما يعني ما هيزبط هيك طاقة تشاؤم عم بتكون فيها اه في هاي الفترة فترة شهر اه تموز اه لكن في في شخص بميل اكتر للصداقة ممكن انت تبلش صداقة بناتكم وتتطور فممكن يكون هذا اه عبارة عن اه الصديق لكن تفكيره عم بيكون اكتر اه اه بتغير لكن هذا الشخص مبين انه ما كنتوا تعرفوا رح يكون شخص جديد مية اه بالمية برضو بيانات الابراج الدرابيه والاه والهوائيه ممكن نارية والناري بغلب في هاي الأوراق إذن للعزاب في شخص حيظهر بشهر تموز إن شاء الله لكن ما حتكون أولها حب ولا اللي هي علاقة جدية رح تكون عبارة عن صداقة أول شي تبلش بناتكم إذن على مراحل ما رح يكون يعني فجأة يجي يرتبط فيك أو يطلب الارتباط رح يكون صديق هذا الشخص تعرض قبل هيك كمان زيك تماما يعني أنتو بتشبهوا بعض لدرجة كبيرة تعرض لأكتر من خيانه ومشاكل خلال حياته وتجاربه السابقة فهو بشبهك في هذا الموضوع صفاته ممكن يكون كريم كتير هذا الشخص ممكن يغضق عليك فيما بعد هدايا في وفرة مالية عنده أو ممكن أنت يكون وجهه خير عليك وتكون عندك وفرة مادية من بعد ما تعرفه ممكن يساعدك في أمورك هذا الشخص أو ممكن يساعدك في البيزنس تبعك لكنه هو في عنده نية أنه ينشئ علاقة فحيبلشها عن طريق صداقة هذا كان للعزاب فإنت إذا حابب أنك تدخل علاقة الفرصة موجودة لكن أنا عم بشوفك في بداية الشهر مش حابب ولا تعطي فرصة لحدا لأنك مش مصدق رح تكون كل الأشخاص وعم بتفكر فيهم يا برج العقرب عم تتسرع بالحكم على الأشخاص فأنا بقول لك أعطي فرصة لكل الأشخاص في فرص أحيانا إحنا ما بنكون عم بنشوفها خلينا نسحب وراء للمتزوجين من برج العقرب عم بيكون في معل جاي بالطريق عن طريق شغلك أنت أو شغل الشريك في ربح من نوع معين أو استثمار عم بتلاقي نتائج حلوة مش اللي هي مبالغ كبيرة كبيرة لكن عم بتكون بشاير خير في هذا المشروع إذن المادة بتغلب على أكتر تفكيركم في شوية مشاكل يمكن متعلقة في أكتر في الأولاد مش متفقين على وجهة نظر معينة وكأنه أنتوا مختلفين دائماً أو بتجاكروا بعض أو مش عارفة في طاقة مش مزبوطة اللي هي كل واحد حاب ياخد إجازة من العلاقة العاطفية تبعتهم للمتزوجين في بعض لكن ما في طلاق بعض ورجع أو زعل عادي اللي هو بين المتزوجين ما في شي بخوف عم بشوفك بتمسك زمام الأمور بالنسبة للمادة والشريك عم بترك لك إياها بإرادته عم بيسلمك كل الفلوس اللي معاه أول بأول وهذا أحسن لإلك لأنه أنت عندك إدارة كبيرة خاصة الزوجة خاصة النساء عندهم قدرة كبيرة من برج العقرب إنهم يديروا أمور المنزل خاصة المادية فأكتروا مادة مبينة عندي في طاقة بعد للمتزوجين خلينا نشوف بالنسبة للأشخاص المرتبطين لكن مش متزوجين اللي على حب أو صداقة أو إعجاب شوف شو الورق ممكن يكون بالنسبة للمرتبطين أنتو الاثنين عم تستنوا الارتباط وكأنه هو بده ارتباط ولكن الظروفه أو الظروف الحواليه لسه مش جاهز لسه الأمور عم بتكون صعبة عليه وإنت نفس الشي يعني أنتو الاثنين كتير متفاهمين لكن عم تستنوا بأمور تصير عشان تقدروا ترتبطوا هو ناوي على الارتباط لكن بالفترة الحالية اللي هي تجهيزات اللي هي عم بتأهلوا حالكم لحتى تودوا العلاقة خاصة الشريك حتى يودي العلاقة لا تكون جدية أكتر عم بشوف يعني بيعمل حركات هيك وهيك أحياناً بس أنت الأول والأخير عنده ممكن يكون في علاقة ثلاثية أها ورقتين وراء بعض وهي الثالثة في في علاقة ثلاثية في الموضوع لكن بيبين أنه عم بلعب عليهم أو أنه هيك يعني بيجوا بروحوا في حياته لكن مرجوعوا إلك عم بيشوف فيك صفات ما عم بيشوفها بالطرف الثالث وكأنه ما عم بيعبيلوا عينه فعم بيكون فيه رجوع إلك طاقة رجوع لبرج العقرب من بعد من بعد هيك كنتوا عم تبعدوا تقربوا تبعدوا تقربوا ولكن شايفي فيه فيه استقرار بالموضوع في العلاقة من بعد العلاقة الثلاثية وكأنك رح تغفر له أو عم تعرف عن هاي العلاقات فيه ناس بيقبلوا بيقبلوا أنه يكون فيه علاقة ثلاثية أهم شيء يكون الشريك معانا فيه ناس بيفكروا بهاي الطريقة فممكن هذا على البعض بينطبق لكن أنا شايفك يعني ماسك المادة والمعنويات ماسكها بإيدك فالأمور بتهيأ لي إيجابية لبرج العقرب خلينا نشوف للمنفصلين حبايبي اللي عم يستنوا رجوع أو اللي ملوا حتى من الانتظار لكن مش لفترات بعيدة الورق بيبين اللي هي الفترات القصيرة من أشهر مثلا تاركيين من أسابيع مش من سنوات الورق ما بيبين الموضوع إذا كان من سنوات طويلة خلينا نشوف إذن للمطلقين ولا المنفصلين من برج العقرب برج العقرب وأحب بالشكل اشهر مثلا تاركيين ولم يحب بالشكل شكرا